اشتركوا في القناة عشان كده خليونا نرحب بضفنا اللي منورنا الشيخ والمبتهل الديني محمد حسن الصعيدي وصباح الورد على حضرتك وأهلا بحضرتك أهلا مرحبا يا فندم خلينا في البداية كده نتكلم عن يعني بداية حريك في الإزاعة والتلفزيون والخطوة دي كان شكلها إيه والتاريخ ده كان عامل إزاي هو طبعا من أجمل لحظات طبعا أي قارئ أو مبتهل ديني أو منشد ديني بالنسبة له الإزاعة زي المنارة هي المحطة الأكبر بالنسبة له في طموحاته أو في حياته فالحمد لله طبعا بتوجهات والدي ووالديتي ودعواتهم ليا ومشايخي وأسدتي ربنا وفقنا في هذه الخطوة واجتاست الإختبارات من أول مرة عزيم عزيم إحنا بنواجلهم التحية جميعا الله يبارك فيهم رحمة الله وطبعا يعني إحنا عايزين نسمع كده من حضرتك حاجة واتمعنا إيه تحب طبعا نبدأ بالذي هو خير القرآن الكريم إن شاء الله سبحانه نبتهل ونمتع الجمهور جميل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله روئيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ومقصرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظيره وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجيا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم طبعا أجمل بداية هي بداية الكرآن الكريم أكيد محرك في الأساس قارق للكرآن الكريم أنا قارق الحمول طبعا ثم الوالد ليه دور كبير أوي في الموضوع ده إنه هو أشتغل علي أن أنا ما أقتصرش على حاجة واحدة يعني نمّني في القراءة ده أولا ثم حبّبني في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبّبني في الخطابة جد علي فترة بقيت أخطب وأعتلي المنبر تمام؟ تمام؟ فمن يجمع بين هذه الفنون يعني قليل جدا طبعا لأن ليس كل قارق منشد أو منشد قارق أكيد لأن الموضوع صعب في حتة أن أنت تتميزي بين القرآن والابتهال وعندنا في الإزاع حتى لما بيتقدم مبتهل معتمد إزاعي إنه عايز يحول يبقى قارق لازم يشوف الفرق في تلوته هل بيقرأ زي ما بيبتهل؟ ولا قراءة القرآن قراءة القرآن سليمة زي ما بنسمع عن مشايخنا العظام ولا في اختلاط بينهم فهذه مننا من الله عز وجل والله منك الحمد والرش طبعا عظيم جدا جدا طب إحنا محتاجين بقى ناس بقى أحرك حاجة نسمع نقول يا مكة سورك متين ياريت يلا بنا يا مكة سورك متين 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 أنزل عليك الرضا ولد النبي فيك عليها أفضل الصلاة والسلام طبعا وإحنا بالمناسبة دي أنا نفسي أسمع قمر فلازم هنسمعها أكيد ولكن خلينا كده نعرف من حضرتك يعني طبعا يعني أكيد عند حريك أحد تحب تسمع له وحد هو ده يعني الشخص المسالي في الإنشات بالنسبة لك مين الشخص ده ومين الحريك دايماً تحب كده نفسك تبقى زيه أنا دايماً عندي قاعدة اللي ملهوش قديم ملهوش جديد واللي ملهوش شيخ ملهوش هوية يعني اللي ملهوش شيخ تربع على سماعه ملهوش هوية أنت مجهول المصدر لا بالنسبة لإنشات طبعاً والإبتهابك والقراءة كذلك الأمر محضرتك أنت ما طلعتش لوحدك يعني أنت ما طلعتش لوحدك أنت تربيت على صوت مين نشأت على مدرسة تحب مين وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك المشايخ عندنا زي البستان مليان كل ورود فبتجمع من كل بستان وردة وردة في الآخر بقى ربنا سبحانه وتعالى مننا عليك ويميزك في صوتك ماشاء الله ببركة الإخلاص وبركة دعاء الوالدين فأنا طبعاً تربيت منذ الصغر على إذاعة القرآن الكريم ببركة الله لأنا فيها والقائمين عليها على سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ النقشبندي والشيخ نصر ديم طبار والشيخ محمد عمران والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت حشان منساش حد من مشايخنا العظام رحمة الله عليهم جميعاً كلهم تربينا على صوتهم ففي الآخر بقى أنت حضرت بإحساسك بقى وتعبيرك بقى فأنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص يا رب اللهم أمين جميعاً يا رب أمين يا رب طب خلينا نسمع قمر طيب نقول يا قرة عيني عشان فيها عن المولد عن الحق إن شاء الله وأمر الله وبعكها نختم بقمر إن شاء الله يا ربنا وأجمل منك لم ترقط عين وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأاً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أمين جميعاً منك لم تلد النساء يا قرة عيني يا جد الحسنين صلي من تسمعني صلي من تسمعني على سدن النبي يا قرة عيني عيني يا جد الحسنين صلي من تسمعني على سدن النبي يا نور من نور يا بهجاً وسرور يا نور من نور يا نبينا يا بهجاً وسرور يا رب وعدنا ننزور جمعاً يا رب وعدنا ننزور جمعاً في حرم النبي يا قرة عيني يا جد الحسنين صلي من تسمعني على سدن النبي يكمل الأوصاف يا لين الأعطاف قلبي نحوك طاف يا سدن النبي يا قرة عيني يا جد الحسنين صلي من تسمعني على سدن النبي يكملين المعنى فيكم أتهن يا رب تجمعنا في حرم النبي يكملين المعنى معنا فيكم أتهن يا رب تجمعنا في حرم النبي يا رب اللهم أمين عليه الصلاة والسلام ما شاء الله صوت حضرتك عظيم جداً حقيقة الوقت تجري بسرعة مع حضرتك لازم هنختم بقمره لازم هنختم بقمره طبعاً ولكن خليني أشكرك القوي الله يبرك الله بشكر حريك بشكر حريك شكراً جزيلاً الشيخ والمبتهر الديني محمد حسن الصعيدي نورتنا وهزيب لحضرك الختام طبعاً ولكن هشكر السيدة المشاهدين على المتابعة وطبعاً كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير لقيت خلاص على الأبواب شكراً جزيلاً سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله في مدحي الطاب أنا لي وساب ولغيره مدحي حرام يا من تحب محمداً والآلة والصحب الكرام اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام من صلوا عليه فكل من صلى عليه لا يضاب قمارون 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 سدن النبي قمارون 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 صلى الله عليه وسلم قمارون وجميل وجميل والله جميل وجامل سدن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست آياده الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست آياده الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد رسول الله وعم نوالوها كل العباد إذن النبي و جميل